اشتركوا في القناة التي تعرض شخصيات بملامح تثير الضحك فتندهش مثلاً لرؤية شخص برأس كبيرة او رقبة طويلة او عينين صغيرتين وليس السبب في ذلك ضعف قدرة الرسام على تجسيد الواقع انما هي وسيلة فنية يمزج خلالها الفنانون الحقيقة بالخيال عبر المبالغة في تحريف التفاصيل الواقعية تعبيراً عن فكرة معينة وتعد هذه التقنية احدى ابرز الاشكال التعبيرية التي يسعى بها الفنان الى اصال رسائله بطريقة هزلية تخلق لدى المتلقي شعوراً بالمرح والتسلية ونظراً للقيمة الرمزية التي حظي بها هذا الفن الساخر على مر العصور فقد اضحى فناً بصرياً قائماً بذاته اطلق عليه لاحقاً اسم الكاريكاتير وتعود الجذور التاريخية لفن الكاريكاتير الى القرن السادس عشر في اوروبا حيث ابتكر الفنانون تقنية جديدة في الرسم تعتمد على المغالات في ابراز الملامح المتميزة في الشخصيات العامة رغبة منهم في انتقاد بعض الممارسات والمعتقدات السائدة آنذاك وقد لقي هذا الفن رواجاً كبيراً بظهور الصحف والمجلات التي زادت من سرعة انتشاره بين جميع الطبقات الاجتماعية لينتقل الكاريكاتير بعدها الى بقية البلدان ويصبح وسيلة فنية للتعبير عن الاراء بشأن القضايا التي تطرأ على المجتمع ويعتمد فن الكاريكاتير على تقنيات واساليب متنوعة كمهارات التكبير والتصغير والتضليل والتنقيط كما يعد اختيار الألوان أحد أهم مقومات فن الكاريكاتير لما يضفيه على الرسم من إثارة وجاذبية وتختلف أساليب الرسم الكاريكاتيري من فنان إلى آخر كما تتنوع مواضيعه بين السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والجدير بالذكر أن فن الكاريكاتير تأثر بالتطور الرقمي الذي شهده العالم حيث صار محترف هذا الفن يعتمدون أحدث الأجهزة الإلكترونية لما تتوفر عليه من برامج وتطبيقات متقدمة زادت من جماليات الرسم ودقته كما أضحت المواقع الإلكترونية تعج بعشرات الصور الكاريكاتيرية التي تتناول مختلف القضايا الراهنة ونظراً للمتعة الكبيرة التي يخلقها فن الكاريكاتير لدى الرسام والمتلاقي معاً فقد تزايد الاهتمام بتعلم هذا الفن في المدارس والمعاهد وإذا أردت أن تخوض هذه التجربة أيضاً فما عليك إلا إحضار بعض الأوراق والأقلام لكن احرص أثناء مبالغتك في رسم التفاصيل أن لا تؤذي مشاعر الآخرين والآن نبقى مع سئلة الفهم متى ظهر فن الكاريكاتير وبأي قارة تم ذلك بالقرن السادس عشر في أوروبا ما هي العوامل التي زادت من سرعة انتشار فن الكاريكاتير في العالم ظهور الصحف والمجلات لماذا يلجأ محترف الكاريكاتير في الرسم الصاخر؟ ليه؟ لأنه وسيرة فنية يمزج خلالها الفنان الحقيقة بالخيال تعبيراً عن فكرة معينة وكذلك لأنه وسيرة فنية للتعبير يعني الآراء بشأن القضايا التي تطرأ في المجتمع كيف تأثر فن الكاريكاتير بالتطور الرقمي؟ نضعكم مع هذا المقطع والجدير بالذكر أن فن الكاريكاتير تأثر بالتطور الرقمي الذي شهده العالم حيث صار محترف هذا الفن يعتمدون أحدث الأجهزة الإلكترونية لما تتوفر عليه من برامج وتطبيقات متقدمة زادت من جماليات الرسم ودقته ما النصيحة المقدمة لك في آخر النص؟ نصلككم مع هذا المقطع لكن احرص أثناء مبالغتك في رسم التفاصيل أن لا تؤذي مشاعر الآخرين أملأ الفراغ بما يناسب نبغى الكاريكاتير فن تشكيلية المتحف اللوحات في معرض الفن تشكيلية يتمتع الزوار باستكشاف مختلف التحف الفنية سؤال الثاني من الأعمال الفنية التي نبغى مبدعها في التابير المشاريع في قلب فني رائع أملأ الفراغ باستكشاف مختلف التحفاتي